اهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة ولمطالعة جديدة لأهم ما تقوله المواقع الإخبارية اليمنية والصحف يتواصل الحديث عن النكبة التي أصابت اليمن منذ وطأة أسلحة الميليشيا وجيوشها العاصمة صنعاء ويتساء الموقع موقع بوست في صفحته الرئيسية ويقول كيف دفع اليمن واليمنيون ثامن انقلاب أيلول الأسود يقول الموقع أدت الآثار الكارثية للانقلاب إلى شعور معظم اليمنيين بالخطر الذي يحدق بالجمهورية وبخطورة مشروع الإماميين الجدد وبارتهان الميليشيا الانقلابية للخارج الأمر الذي جعلهم يتصدون له خاصة مع توالي اقتحامات الانقلابيين للمدن والتنكيل بالمناوئين وتشكل وعي أكبر من قبل شباب ثورة فبراير 2011 الذين حاول الحوثيون والمخلوع صالح إجهاد ثورتهم والعودة بالبلد عشرات الأعوام إلى الوراء فخرجوا من طور السلمية التي تشبثوا بها إلى أن أجبروا على تركها أجبروا على تركها بعد استغلال الميليشيا لذلك وتوجيه المدفعية إلى صدور الأبرياء وعن الثمن الذي دفعه اليمنيون قال الموقع دفع المواطن ثمن ذلك الانقلاب الذي تستر فيه بعباءة إسقاط الجرعة السعرية فبدلا من ذلك ارتفعت الأسعار أضعافا كثيرة كما خلف هذا الانقلاب بحسب الأمم المتحدة عشرة آلاف قتيل خلال الثمانية عشر شهرا إلى موقع مصدر أونلاين عنوان في الصفحة الرئيسية الرئيس هالي يقول لن نقبل بأي تسوية لا تستند للقرارات الدولية عنوان آخر مقتل سبعة حوثيين وإصابة ثلاثة عشر آخرين في تجدد المعارك الغربي وشرقي مدينة تعز عنوان من صنعاء مقاتلات التحالف تستهدف مصنعا شمال العاصمة صنعاء حيث قال سكان في المنطقة المصدر أونلاين مقاتلات التحالف العربي شنت أربع غرات على مصنع لتجميع وتركيب المضخات في منطقة بني حوات شرق مطار صنعاء الدولي وأضفوا أن حريقا اندلع في المصنع عاقب الغرات عن ذكريات اليوم الأسود كتب علي الفقيه مقالا نشره في مصدر أونلاين وقال الفقيه عن الواحد والعشرين سبتمبر حين سقطت العاصمة في يد العصابات بدت صنعاء يتيمة حزينة منكسرة في مثل هذا اليوم من العام الفين واربعة عشر أغرقها الشعور بالخدلان وهي ترى جيش الجمهورية ينكس ويسلم كل شيء للميليشيا ويتحول جزء كبير منه إلى ميليشيات بعد أن خلق بزته العسكرية وارتدى زي الميليشيا كنا ندرك أن صنعاء لن تعود كما كانت ولن يسعها أمام هذا الحقد الطائفي السلالي أن تستوعب كل اليمنيين كما فعلت من قبل كيف لها أن تستوعب أحدا وقد أغرقت بشعارات الموت وخطاب التحريض والكراهية وقد صار كل من يرفض الخضوع لهذه الميليشيات المتخلفة ملاحقا بأوصاف عميل منافق داعشي مرتزق تكفيري كيف يمكن لها أن تصبح بيئة للحياة والإنتاج وقد صارت الميليشيات هي صاحبة الكلمة العليا فيها والسلاح المنفلت هو المعلم الأبرز وقد حولتها الميليشيات الغازية إلى مزرعة للفيد والتكسب غير المشروع فنهبت ممتلكات الخصوم وفتحت باب الجباية واسعا تحت مسميات عدة وفي مناسبات متكررة تعني السلالة والطائفة ولا علاقة لها بالمواطن اليمني كانت مؤسسات الدولة تنطمر أمام سيل التسميات الميليشيوية التي تداهمها من لجنة ثورية إلى إعلان دستوري إلى لجنة رقابية إلى لجان ومشرفين في كل مؤسسة كانت تلك البداية أما النهاية فسيرسمها الشعب وفق خياله وقدرته على رسم المستقبل لأن العصابات لا مستقبل لها موقع يمن مونيتر يتابع تدهور الوضع الاقتصادي والأسباب التي أدت إلى الانهيار الكبير في الحركة الاقتصادية في البلاد وقال الموقع الحوثيون منعوا إتلاف ثلاثين مليار ريال يمني من العملة التالفة منذ سيطرتهم على الصنعاء وكشف مصدر في البنك المركزي اليمني بالعاصمة اليمنية الصنعاء اليوم الأربعاء أن كشف يوم الأربعاء أن جماعة الحوثي المسلحة منعت إتلاف ثلاثين مليار ريال خلال العامين الماضيين وقال مصدر فضل عدم الكشف عن هويته ليمن مونيتر قال إن آخر عملية إحراق للنقود التالفة كانت في عام الفين وثلاثة عشر ومنذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة منذ هذه السيطرة منعت الجماعة القيامة بأية عملية إتلاف للعملة التالفة وسجلت التقارير منذ دخول الجماعة للعاصمة في العامين الفين واربعة عشر و الفين وخمسة عشر توفير ثلاثين مليار ريال من العملة التالفة ممزقة مشوهة وهي التي تم صرفها في مكاتب الهيئة العامة للبريد اليمنية يضيف الموقع من قوانين البنك المركزي تحمل دفع أي أوراق نقدية واستبدال هذه الأوراق في حالة إتلافها نتيجة الاستهلاك حيث تنص المادة سبعة وعشرين من قانون البنك المركزي اليمني على أن يتحمل البنك الدفع قيمة أي أوراق نقدية أو عملات تتعرض للتلف نتيجة الاستهلاك والتداول اليومي موقع التغيير نت نذهب إلى صفحته الرئيسية مئات الجنود الغاضبين يحاصرون مئات الجنود الغاضبون يحاصرون القصر الجمهوري وسط العاصمة صنعاء حيث نشرت مصادر إعلامية معلومات تفيد عن تجمع لعدد من الجنود الغاضبين أمام القصر الجمهوري في صنعاء احتجاجا على أوضاعهم المتردية ويستند موقع التغيير نت إلى قناة سكاي نيوز العربية والتي قالت مئات الجنود يتظاهرون أمام القصر الجمهوري في صنعاء لمطالبة المجلس السياسي الإنقلابي بمنحهم رواتب شهرية يذكر أن منتسبي وزارة الدفاع اليمنية لم يتسلم مرتبات شهر أغسطس الماضي حتى اليوم بسبب تعذر البنك اليمني صرف مرتباتهم بسبب عدم توفر السيولة النقدية تجار الحروب أعداء السلام تحت هذا العنوان كتبت فاطمة الأغبري مقالا نشرته في الوحدة وينت وقالت الكاذبة فرص السلام التي كانت ممكنة في اليمن عبر الحلول السياسية عملت ميليشيا الانقلاب الحوثي والمخلوع صالح وبكل جهد على وأدها وذلك لكفرها بشيء اسمه السلام فهي لا تعرف سوى لغة العنف والكراهية والدم والدمار والسلام بالنسبة لها استسلام وضعف كما أن السلام عندنا في اليمن وللأسف تحول إلى مجرد هاشتاجات وصور يلتقطها البعض تحت مسماه إضافة إلى مشاريع تتسابق عليها المنظمات الدولية على رأسها الأمم المتحدة والمنظمات المحلية التي لا نجدها إلا في وقت المشاريع وعلى الرغم من كل ذلك إلا أننا نقول للجميع نحن سنظل نسعى من أجل السلام وليس أي سلام سنسعى له لأننا نريد سلاما حقيقيا في اليمن ينصف المظلوم سلام يجعل الجميع يفهم أن لغة السلاح ليست اللغة التي يجب أن يتفاهم بها في يمن الحكمة والإيمان سلام يوقف الظالم عند حده إننا نريد سلاما يطبق على أرض الواقع يبدأ بتسليم السلاح وانسحاب الميليشيات من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية نريد سلاما يشارك فيه الرجل والمرأة والشاب والطفل وليس مجرد مشروع تتبنه أي منظمة دولية أو محلية نريد سلاما يوقف نزيف الدم الذي يزداد يوما بعد يوم ويمتد لأكثر من مدينة وقرية على أرض اليمن الذي كان في يوم من الأيام سعيدا نذهب إلى موقع عدن الغد عنوان في صفحته الرئيسية مسؤولون يقولون طبط سفن لتهريب سفن تهريب بالقرب من المكلة عقب اشتباكات خلفت قتلى وجرحة قال مسؤولون في قيادة المنطقة العسكرية الثانية وحدة عسكرية بحرية تابعة للجيش ضبطت ثلاث سفن تهريب كانت محاملة بمواد مهربة بالقرب من مدينة المكلة الساحلية قال مصدر عسكري لعدن الغد إن قيادة المنطقة العسكرية الثانية طلقت بلاغا يفيد بوجود ثلاثة سفن شراعية في طريقها إلى منطقة شرمة الساحلية القريبة من المكلة وبحسب المصدر فقد تحركت القوى إلى موقع تمركز هذه السفن واشتبكت مع مسلحين كانوا على متنها الأمر الذي خلف قتلى وجرحة في صفوف المهربين وأقتيدت السفن لاحقا صوب ميناء المكلة حيث تم احتجازها هناك موقع السهريج نيوز عنوان عن الوضع الاقتصادي العاصمة المؤقتة عدن تحتضن أول اجتماع للإدارة الجديدة للبنك المركزي اليمني يقول الموقع تعقد إدارة البنك المركزي المشكلة حديثا أول اجتماع لها الأسبوع القادم لدراسة آلية نقل البنك من صنعاء إلى عدن وتوقع مسؤول في البنك أن يعقد الاجتماع الأول في العاصمة المؤقتة عدن الأسبوع القادم بعد عودة محافظ البنك من نيويورك لمناقشة تحديد برنامج العمل والآلية المحددة لنقل عمل البنك وموعد بدء المباشرة مشيرا أيضا إلا أن من أبرز مهمات عمل البنك هو صرف مرتبات الموظفين وأفراد الجيش وتشغيل المؤسسات من العاصمة المؤقتة عدن ووقف عمليات التدمير الاقتصادي التي تمارسها الميليشيات الإنقلابية نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لمطالعة الصحف العربية وعن الشأن اليمني فابقوا معنا نعاود اللقاء بكم شاهدنا الكرام نذهب إلى الصحف العربية الصادرة اليوم البداية العربي الجديد عنوانت أيضا حول قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وقالت قالق بين موظفي صنعاء بعد نقل البنك المركزي اليمني تقول الصحيفة في التفاصيل سادت حالة من الغموض والترقب والقلق بين موظفي فرع المصرف المركزي اليمني والمصارف والمؤسسات الحكومية في العاصمة اليمنية صنعاء حول صرف رواتبهم كما امتدت حالة القلق إلى الشارع حيث انشغل السكان في الأسواق والمحال التجارية والمقاهي بالحديث عن القرار وتداعياته على معيشة الناس وفي هذا الإطار محلل اقتصادي يقول للعربي الجديد إن الجميع في صنعاء منشغل بقرار نقل المصرف المركزي مضيفا هذا المحلل أن الحركة في صنعاء خلال الأيام الأخيرة تأثرت بهذه الخطوة الأجبة بقرار حرب وعلى من اتخذه أن يرسل تطمينات للناس بشأن استمرار صرف الرواتب وقال الموظفون في فرع المصرف المركزي في صنعاء للعربي الجديد إن أغلب موظفي المصرف واصلوا دوامهم إلى أن هناك غموضا حول وضعهم الوظيفي حيث لم تصدر قرارات رسمية حتى الآن بشأن نقلهم إلى عدن أو الاستمرار في أداء أعمالهم في فرع المصرف في صنعاء الذي يحوي 700 موظف من إجمالي 1450 موظفا في مختلف الفروع ووفقا للصحيفة العربية فإن موظفي القطاعات الرئيسية للمصرف قالوا مستعدون للانتقال إلى عدن في حال قررت الحكومة ذلك وتكفلت بمتطلبات إقامتهم نقلت صحيفة الحياة اللندنية عن وزير الخارجي عبد الملك المخلافي قولا في حوار موسع قال لا مشكلة في موقف روسيا تجاه اليمن وموقفها أيضا هو موقف المجتمع الدولي نفسه الاعتراف بالشرعية رفض الانقلاب التأكيد على القرار 22-16 التأكيد على السلام معالجة القضايا الإنسانية ودعم المبعوث الأممي مستدركا أيضا أن هناك مناكفات في إطار الصراع بين الدول ربما تؤثر علينا في بعض الأحيان بما ذلك بعض المقارنات بين اليمن وسوريا وفي بعض الأحيان تظهر بعض المواقف كأنها خارج السياق عن التدخل الإيراني قال الوزير سنتوجه ربما في الفترة المقبلة إلى الأمم المتحدة بشكوى فنحن المتضرر الأكبر من استمرار تدخل إيران في الشؤون الداخلية لليمن واستمرار تدفق السلاح الإيراني الذي يقتل شعبنا لهذا نحن في صدد إثارة هذا في الأمم المتحدة بشكل رسمي أضاف أضاف في ذات الموضوع أعتقد أن على العالم أن يبعث إلى الإيرانيين رسالة واضحة وهي أن يكفوا عن محاولة التأثير على الأوضاع في سوريا من خلال اليمن يجب أن يفصلوا بين الأمرين إذا أرادوا أن يبقوا على علاقة طيبة مع اليمن ومع الخليج إلى صحيفة الاتحاد قالت ضبط 1270 مهاجراً إفريقياً في عتق أعلنت الأجهزة الأمنية في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ضبطهم خلال الأسبوع الأخيرة قادموا من القرن الإفريقي أفاد مسؤول أمنيون في المدينة للإتحاد بأن الحملات متواصلة من أجل ضبط المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى سواحل شبوى عبر البحر بواسطة زوارق تهريب قادمة من القرن الإفريقي مضيفين أن السلطات الأمنية قامت بتهيئة السجن المركزي في المدينة من أجل إيوائهم وتقييد بياناتهم قبل عملية ترحيلهم إلى بلدانهم خلال الفترة المقبلة وأشار إلى أن الأعداد التي تم ضبطها هي قليلة جدا مقارنة بالأفواج الكبيرة الواصلة إلى سواحل اليمن في مختلف المحافظات الجنوبية والتي تنامت بشكل كبير في ظل الأزمة الراهنة التي تعيشها البلد جراء الإنقلاب وعدم ضبط الرقابة في المياه الإقليمية بسبب تدمير جهزي خفر السواحل والأمن البحري في البلد إلى صحيفة الخليج الإماراتية قالت الصحيفة الإنقلابيون يتحالفون مع الجوع والمرض على اليمنيين في الذكرى الثانية لإنقلاب الحوثي والمخلوع الصالح على الشرعية في اليمن رسمت تقارير منظمات غير حكومية رسمت صورة قاتمة للوضع الإنساني في البلد ما يؤكد تحالف الإنقلابيين على اليمنيين مع الجوع والمرض فقد كشفت السلطات الصحية في تعز المحاصرة عن انتشار عن انتشار مباغت لمرض السل الرئوي فيما تشهد محافظة الحديدة تصاعدا غير مسبوق لحالات الوفيات نتيجة سوء التغذية الحاد في وقت اجتاحت حمضنك ناحية أخرى ثلثي مدريات محافظة شبوة وحذر الدكتور عبد الرحمن أحمد السروري وهو أخصائي أمرض الصدر والرئتين في تعز في تصريح للخليج تداعيات إنسانية كارثية سوف تترتب على الانتشار المباغت لمرض السل الذي لم يعد مستشفى الثورة الحكومي قادرا على مواكبة الارتفاع المضطرد لحالات الإصابة به بعد تدمير الانقلابيين لـ 48 منشأة طبية ومركزا صحيا في عاصمة المحافظة سكان الفعل الماضي المبني على السكون تحت هذا العنوان كتب إبراهيم نصر الله عفوا منشور مقالا ونشره في صحيفة القدس العربي وقال الكاتب لقد لاحظت أن كثيرا من الذين يعبدون الماضي هم أكثر الناس ابتعادا عن تقديم أي شيء حقيقي لتطوير الحاضر ولا أقول المستقبل فأغلبية هؤلاء في حالتهم الصحية كانوا ذات يوم جزءا من الفعل وتحولوا اليوم إلى جزء من القول وليس في هذا محاولة للتقليل من قيمة القول ولكن ما نعنيه هو القول العام الذي يرفض كل شيء يرفض أن يعترف بأي تقدم يمكن أن يحدث ويرفض أن يقف إلى جانب أي بارقة أمل وتقوم نظريته الكبرى على نمط من ستالينية الوفاء للماضي ولأبطال الماضي ولذا فإن أفضل ما يمكن أن يقوم به هو إنكار كل شيء جديد يتحقق فالماضي مريح يعطيه صورة المناضل الصلب دون أن يكون مضطرا لتحمل تبعات أن يكون مناضلا ضد أي شيء اليوم أو أن يكون صلبا سوى في رأيه الجاهز الذي يخرجه من الثلاجة كل ما احتاج إليه وهو يظنه جمرة دون أن يحس بسقيعيته إنه يقدر كل ما جاء إليه جاهزا قد يكون آمنا به في فترة من فترات شبابه ثم أخذته الحياة ومشاغلها وتحول إلى واحد من أفراد جيش الحنين لكل من قضى جولتنا المصورة اليوم داخل أحد أروقة المعابد الهندسية الستة تبقت في عدن وتعود لفترة الاستعمار البريطاني وقد تعرض المعبد للتخريب من قبل مجموعة مسلحة أثناء الفراغ الأمني عقب خروج ميليشيا الحوثي من المدينة وتظهر الصور تظهر هذه الصور التي نشرها موقع المشاهد نت حجم الضرر الذي لحق بأحد هذه المعابد الأثرية نتابع سويا نتابع سويا ومن هذه الصور إلى الرسوم الساخرة الكاريكاتير وهي ختام حلقة كوشك الصحافة وحتى ألقاكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر